المساء الخير يا شباب 3 سنوي اهلا بكم في بارت 9 من كورس الفنتامنتلز هذا السيريز من الفيديوز اللي بنراجع في اساسيات الكيمستري قبل ما ندخل على منهج 3 سنوي احنا كنا راجعنا قبل كده في 8 سيبرت بارتس 8 توبيكس 8 عنوين من العنوين المهمة اللي بنحتاجها في 3 سنوي برده عنوين جديد معانا اكسيديشن نمبر هنحتاجه جدا من اهم الفيديوز في السيريز الفيديو ده من اهم الفيديوز في السيريز فلو طول مني شوية بتتديقش ليه لان على قد احتياجنا ليه على قد ما انا هتديله اهتمام وسترس لاني ممكن نكون احتاجنا في جملة في جملتين لكن هنحتاج اكسيديشن نمبر كتير اوكي فلو انت يعني مش مالي ايدك قوي من اكسيديشن نمبر اديني اهتمام دلوقتي وركز معي الاكسيديشن نمبر ده هو ايه باختصار كده هو اللي تشارج اللي على الاتوم شوفلي الاتوم دي شحنتها ايه شحنتها ايه يعني ايه يعني حالتها ايه عملت ايه يعني قصتها فقدت ولا اكتسبت ولا هي دنيتها عاملة ازاي لو فقدت بنكتب لها بوزتفز بعدد الالكترونات اللي فقدتها لو اكتسبت بنكتب لها نيجاتفز بعدد الالكترونات اللي اكتسبتها حتى لو كان هذا الفقد والاكتساب جزئي يعني حتى لو كان partial charge احنا بالنسبة لنا بنعتبره lose وخلاص يعني انت عارف ان فيه ساعات covalent bond بيبقى فيها حد اقوى من التاني لسه هنتكلم عنها في فيديو جاي والحد الاقوى ده بيشد الالكترونات ناحيته بس مش بالكامل فبنديله partial negative ملناش فيه احنا هنعتبره negative وخلاص طالما انت الاجمد انت لاتاخد الشحنة negative يبقى باختصار الاكسيديشن نمبر هو شحنة الاتوم اللي موجودة في الكمباوند طب بنعرفها ازاي قالك شوف الاليمينتس نوعين نوع باكسيديشن نمبر ثابت فبنحفظه ونوع باكسيديشن نمبر متغير فبنحسبه يبقى فيه نوع حفظينه وفيه نوع بنحسبه اللي حفظينه لازم نفضل حفظينه ماينفعش بقى نيجي في الامتحانات ونيجي في البتاع لنسيت الاكسوشن كان بكاء ماينفعش لان ده من السوابت الاكسوجن دايما نيجيتف تو واللي معادة ايو انا عارف انه فيه معادة معادة في البيروكسايدز بيكون نيجيتف وان في السو بيروكسايدز بيكون نيجيتف هاف في الاكسوجن دايفلورايد بيكون بوزيتف تو مايخصوناش في حاجة مايهموناش دلوقتي او الاكسوجن بنيجيتف تو في معظم حالاته يعني اكتر من تسعة وتسعين في المية من المركبات الاكسوجن فيها نيجيتف تو الواحد في المئة ده بقى سيبك منه دلوقتي بتاع الاكسيبشنز انا قلتهم على فقر اما الهايدروجين فدايما بوزيتف وان هو ما اوشغل الالكترون واحد ودايما خسرانه يعني منصوب عليه فيه فلازم الهايدروجين يبقى بوزيتف وان معها ده حالة واحدة بس كان اسمها المتال هايدرايدز زي الاني اتش دول بيبقوا حالة استثنائية ساعتها الهايدروجين كان بيبقى نيجاتف وان سيبك منه دلوقتي في تسعة تسعين في المئة من الحالات الهايدروجين بيكون بوزيتف وان ثبتلي السابت اوكي اه جروب وان ايه بقى امثل يعني الليثيوم والسوديوم والبوتاسيوم وكده بيكونوا بوزيتف وان جروبته ايه بقى امثل البريليوم والكالسيوم والماجنيزيوم والاسترونشيوم بيكونوا بوزيتف دايما او دايما من المتشوفه في مركب ده شحنته بوزيتف تو ده متسألهش انت عملت ايه ده هو انت عارف هو عمل ايه هو فقد الكترونين هو مفهمش في الدنيا اساسا غير كده ما يعرفش في الرياكشنز اللي انه هو يعمل كده يفقد الكترونين اوكي جروب سيدي ايه يعني امثل مثلا البورون والالومنيوم والجاليوم بوزيتف ثري بيفقده تلاتة جروب سيفين ايه هما الهالوجينز لسه شايفينهم في الفيديو اللي فات بتاع البريوديك تيبل اللي هما فلورين كولورين برومين ايودين والكلام ده دايما نيجاتف وين تقول لي دايما لك ايوة دايما بس ما عادة لو جه معاهم اكسجن لوجه معاهم اكسجن ساعتها بنعتبرهم عن نون يعني نعتبرهم من النوع التاني اللي هو مش عارفين له مش حافظين له بنحسب لهم يعني لو جايك كولورين تبص لو معاه أكسجن اعتبر انك انت مش حافز للكولورين ده رقم وتحسب للكولورين عادي زي ما هننتعلم زي نحسب لكن لو مفهوش اكسجن فكلورين بنهاجاتف وين الفلورين الوحيد الفلورين 7A الفلورين الوحيد اللي نيجاتف 1 حتى لو فيه أكسوجين على نفسه بس الأكسوجين لك أنا نيجاتف على نفسك مش على الفلورين الفلورين كده كده نيجاتف كده كده أقوى من الكل أوكي فالأكسوجين القوي فيه الأقوى منه الفلورين الوحيد عشان كده جيت هنا في الأكسوجين قلت لك الأكسوجين داي فلورايد الأكسوجين هنا كان بوزدف 2 الفلورين بيدوى الاوكسوجن تعمل لان الفلورين هو الوحيد الاقوى من الاوكسوجن اوكي انت يعني لو انت مش عايز تاخد الهاري ده كله اهي 7A بنيجاتيف 1 وخلاص شفت كلورينة بنيجاتيف 1 شفت برومينة بنيجاتيف 1 اوكي بصر ادي السوابت ده اللي حافظينه طيب ولا مش حافظينه بنحسبله نحسبله يعني نعمل ايه شوف يا سيدي يقولك لو عندك كومباوند مجموع الاوكسيديشن نمبرز بتاع الكمباوند لازم يكون زيرو مجموع الاوكسيديشن نمبرز لازم يكون زيرو دي لازم تكون فاهمها ليه لازم يكون زيرو ما هو حضرتك اصلي كل بوزاتيفاية لازم قصادها نيجاتيفاية ليه عشان كل الكترون لسط لازم في حد اشتراه حضرتك يعني طالما باعت العربية لازم يكون في حد اشتراها ولا انت اسمك باعت العربية وما فيش حد اشتراها قصي انا باعت العربية وقبط فلوسها فلوسها معايا خلاص بس مين اشتراها لا محدش اشتراها لا انا ملتش ان حد اشتراها انا بس قلت ان انا باعت العربية في حاجة اسمها كده في حاجة اسمها قلت ان الالمنت ده ايوة مين الاشتراها لا ما حدش اشتراها هورا ما في الشارع لا ما فيش حاجة اسمها كده طالما في بوزتيفاية في قصادها نيجاتيفاية فوش لازم عدد البوزتيفز يبعد عدد فمجموع الاكسيديشن نومبرز بتاع الكومباوند كله يبقى بزيرو فبما اننا في ناس منهم عارفينهم فهنقدر نعرف القنون هنعرفها ازاي قالك في طريقتين طريقة الاسم وطريقة الالجبرا شوف اللي بتعجبك اكتر او اللي انت سامعها قبل كده فالاكسوجيناية بنيجاتيف 2 زي ما احنا لسه قيلين فالاربع اكسوجينات بنيجاتيف 8 حلو البوتاسياماية بوزتيف 1 حلوة قوي يبقى المانجنيزة يطرب كام قد الحدودة قالك اسم المجموع كله هيبقى زيرو فنيجاتيف 8 وبوزتيف 1 نيجاتيف 7 اي حد بيقول كده نيجاتيف 7 عايزة لها بوزتيف 7 ده لو انت حابب يعني تعملها كده بالأسر او فيه وقت بقى يقول لك عم بص يا عم ده هي البوتاسياماية زائد المانجنيزة زائد الاربع اتقول ايو 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 انا بحبها دي ايو هي دي هي دي اللي انا عايزة دي بتساوي زيرو دي اكسوجين لكن دي زيرو مش عايزين زكاء نشيل بقى للسوابت ونحطها ماشي ادي بوزتيف 1 اللي هي لا البوتاسياماية اه زائد المانجنيزة زائد اربع اكسوجينات يعني فور في نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 8 بزيرو ودي بقى الحاجات عند الحاجات تودي نيجاتيف 8 هناك وتودي البوزتيف 1 هناك تودي البوزتيف 1 يعني عشان بس مش بينها اه 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 هتودي بقى نيجاتيف 8 بقت بوزتيف 8 تودي البوزتيف 1 بقت نيجاتيف 1 بوزتيف 8 مينوس 1 ببوزتيف 7 فالمانجانيزة تطلع positive 7 تقول لي طي واللي هناك داي قالك لا اللي هناك داي حاجة تقنية ليه عشان دي عليها تشارج عليها ايه تشارج ليست compound بس ان انا 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 افرق بين الحاجات دي حبيبي compound بيبقوا كذا صنف من الاتومس كذا صنف كذا صنف يعني بوتاسيوم ومانجانيز واكسوشين كذا صنف ومع لهمش شحنة يبقى اسمه compound طب امال دي ايه لا دي اسمها atomic group او radical او الاسم الادق والاصح polyatomic ion polyatomic ion ليست compound طولي دا كذا صنف ايه بس عليها تشارج سوقي تزقى polyatomic ion فالpolyatomic ion تتعامل ازاي قالك مجموعة oxidation numbers ادلت شارج المكتوبة بمعنى ان حضرتك بنجا تفتوف 7 بنجا تففورتين ما تقوليش بقى يبقى كروميوم 2 بستففورتين غلط لان انا عايز التوتل يطلع نجا تفتوف الاخر فيبقى كروميوم 2 بستف 12 عشان اما اقول بستف 12 ونجا تفورتين على بعض يطلعوا لي نجا تفتوف او هنا بقى يعني يتجلى دور الالجبرا ونقول اتنين كروميوم وسبع اكسوجينات ما تقولش equal zero لا equal negative two مجموعهم كده حط بقى بدل الاكسوجينا نجا تفتوف بقى اتنين كروميوم minus 14 بنيا تفتوف minus 14 دي عشان شيلت الاكسوج من حطيت نجا تفتوف اوديها هنجبل plus فبقى كروميوم 2 ببوزتيف 12 ده بقى كروميوم ماية ببوزتيف 6 كروميوم ماية الواحدة ببوزتيف 6 وده اعلى oxidation state ممكن توصل له الكروميوم ماشي طبعا كلام اللي فوق سهل تعال نجربه كده على السريع اكسوجين 2 بنيا تفور فتبقى الكربونا بوزتيف 4 شكر 4 اكسوجينات negative 8 سوديوم 2 بوزتيف 2 ممكن هنا في اللحظة دي تحط القنون بتاعك وتقول equal zero يعني ممكن في اللحظة دي تعمل كده تعاوض ال4 اكسوجينات بnegative 8 يعني تبقى انت عملت ميكس ما بين طريقة الاسهم والالجبرا فهم وبوزتيف 2 دول السوديوم 2 لان السوديومية تبع جروب 1A بوزتيف 1 فالتنين ببوزتيف 2 بلاس الاس فتودي الحاجات هناك بقت بوزتيف 8 minus 2 بوزتيف 8 minus 2 لازم تقول بوزتيف يعني البوزتيف دي مش optional يقولها يا ماقولهاش لأ لان البوزتيف هنا علامة losing مش علامة الالجبرا يعني دي مش بوزتيف لها فوق الزيرو تحت الزيرو لأ ده لازم تقول بوزتيف 6 عشان تفهمني ان دول 6 الالكترونات lost بنعمل ايه بقى بالكلام ده ايه ده وحنا لسه نعمل بي حاجة اه احنا بنحسب الoxydation number ده بهدف اننا نعرف مين حصل له oxydation ومين حصل له reduction والاستنى ما افتكر الكلام ده افاكر الناس ما يتعاملوا قبل كده oxydation يا صديقي is losing electrons with a consequent increase increase in the oxydation number يعني هو عملية losing وما يتبعها من زيادة في oxydation number منتلا ما بتلوز بتبقى positive بتلوز اكتر بتبقى positive اكتر فالoxydation number بتاعك يزيد لانك عملت lose عكسها بقى الـ reduction reduction is gaining with a decrease في الoxydation number يعني ايه decrease يعني كنت positive 6 بقيت positive 3 ده reduction انت كده اكتسبت 3 الالكترونات كنت positive 3 بقيت zero ده reduction انت كده اكتسبت كمان 3 الالكترونات كنت zero بقيت negative 2 ده reduction انت كده اكتسبت الالكترونين decrease في اللي تشارج reduction gaining electrons فبنعمل ايه؟ قال لك افيش حاجة بنعمل اللي احنا اتعلمناه في السلايد اللي فات اكالكوليت الoxydation number بتاع الالمنت بتاعي قبل وبعد اشوف هصله الله لو لقيت ان اللي تشارج زادت بس كده او بس كده تعال كده نشوف عندي هنا لد ده خلب طولها كده مش عاملة compound ولا بتاع تقول لاش بقى انت فقدة فقدة المين يعني السؤال غبي هو انت فقدة كام الكترون فقدة المين ممش انت مثال ايوة حبيب لما بخش رعاكشن يوما ما بقى خش رعاكشن بس هتا هلوز كده للهوة انا الوحدي فاذا شحنتي zero فاذا شحنتي zero فاذا شحنتي zero شحنتي zero ماشي نشوفها خرجت بقى اه هي خرجت ايه قاعدة مع صالفيت تقول لي اه قاعدة مع صالفيت كانت قاعدة لوحدها بقت قاعدة مع صالفيت والصالفيت ابن نيجاتي فتو تبقى الليد بس كده لك هلوز هلوز بس لما بقى مع حد ماشي فالليد كانت zero وبقية بس كده مش دي حالة الليد مش دي قصة حياة الليد اه حصل لها ايه الليد شارج زادت اول حاجة ببص عليها الليد شارج الليد شارج زادت فلما الليد شارج زادت قلت لنفسي يبقى ده اوكسيديشن واوكسيديشن قلت لنفسي يبقى ده لوزينج لوزينج يبقى الالكترونات تكتب هنا كم الالكترون اتنين كانت zero وبقت بوست فقط فقدت الالكترونية طب فين بقى الاكتساب الليد ده يا التانية دعنا نشوفها قدالك دي ليد ودي ليد بس الليد التانية دي داخلك كمركب اصلا ليد 2 ليد 4 اوكسيدي نسميها كده تعالى نبص عليها اه ده اكسوجين نيجاتف 2 في اتنين نيجاتف 4 فتبقى الليد ده بوست فور فالليد يا ايه دي عليها اربع شحنات بوستف خرجت عاملة ازاي فينها اهي دول ايه ماش تتكلمنا عنها لأ مهم دول اتنين احنا تكلمنا عن واحدة منهم تكلم عن التانية بقى واحدة اللي هي دي وواحدة اللي هي دي الاتنين خرجوا هنا هون تكلمنا عن واحدة تكلم عن التانية بقى التانية زي الاولانية زي ما دي بوستف 2 التانية بوستف 2 برضو مهاش قاعدة مع صلفت تبقى بوستف 2 استانا كده نبص على الارقام بوستف 4 بقيت بوستف 2 اللي تشارج قلت تشارج قلت ازا ريداكشن وطالما ريداكشن ازا ما انتعرف اويل اندريج اوكسيديشن ايز لوزينج ريداكشن ايز جينينج اوكي نحتاج الكلام ده كتير او في شابتر الالكترو فايزا اكتسبت كم الالكترون يا حزين يقولي انا كنت بوسط فور وبقيت بوسط فتو فاهم الفكرة كان علي اربع الالكترونات دلوقتي يبقى علي اتنين بس يبقى انت اكتسبت اتنين خليك عارف ان عدد اللي لست لازم بيكون عدد اللي جيند عشان الحكالي انا حكيت لك من شوان انت مربيتش العربيه في الشارع انت بعتها لحد انت بعت الالكترون لحد اشتراه فاللد الاولى باعت الالكترونين لللد التانية لازم تكون فاهم لازم تكون واصل لهذا الليفل انك انت بتحكي القصة السل الدي دي باعت الالكترونين واللي الدي دي اخدتهم فدي تحولت من 0 ل 애들 بقط و لت ودى تحولت من الور لبقط و تو عشان هي اشترتهم فبقيت دي بوستفتو وبقيت دي بوستفتو فدي خرجت في شكل صالفيت ودي خرجت في شكل صالفيت ادي حدوتة الليد والليد ودي قصة اللي بتحصل فيه الكار باتريز القديمة نعمل واحدة تانية اخيرة ونسك على الفيديو ده اه ده في الرياكشن دي في حصل اوكسيديشن وريداكشن واول ناس بنشك فيهم هم الناس والناس اللي مش حفظن لهم سوابت يعني ما تبتليش تقعد تقول لي استنى ما نشوف الاكسيديشن دخل عنده كام وخرج عنده كام والهايدروجين دخل عنده كام وخرج عنده كام حبيبين ما هم دول اساسا غالبا ما بيكونوا براءة براءة بمعنى ما بيحصل لهمش اوكسيديشن وريداكشن دول ما بيحصل لهمش لان دول داخل داخل نيجاتف تو خارج نيجاتف تو خارج بوستف وان داخل بوستف وان الاكسيديشن والهايدروجين ركنهم دلوقتي فمتشكش في الاكسيديشن متشكش في السوديوم السوديوم ده ايه يعني في الاخر جروب 1 ايه شو احنته دايما بوستف 1 اه كان بقى سوديوم نيتريت كان قاعد سوديوم صالفيت اه في الاخرى بقى بوستف 1 فما تشكش فيه ده طب والصالفيت ما حبيبه ما هي صالفيت دخلة صالفيت وخرجة صالفيت طول عمرها صالفيت يعني ما حصل لهاش اي تشينج مرمين بس اللي حصل له تشينج اما الهايدروجين لأة والاكسوجين لأة والصالفيت لأة وانجيبها مفيش غير النايتروج تقول استنى طب انت ليه ما قلتش من دخلة نيتريت وخرجت نيتريت طب ما هي دخلة نيتريت بس ما خرجتش نيتريت اه دخلة نيتريت اه فين بقى نيتريت حضرتك هنقلف يبقى انا لما بقول دخلة صالفيت خرجت صالفيت ما حصل لهاش تشينج لكن دي دخلت على هيئة نيتريت خرجة لي انه اوه لا هتهالي تعليلي كده يا اني ايه انه اسريه ها لما خرجتلي خرجتلي اتنين انه اوه تقول اتشمعنا دول استططهم عشان انا عايز النايتروجين في كلمتين عايز النايتروجين في كلمتين شوف لي شو حنة النايتروجين قبل وشوف لي شو حنة النايتروجين بعد حققلي معاه النايتروجين قبل واحنا بنحسب اوكسيديشن نمبر ما نبصش على البلانس واحنا بنحسب اوكسيديشن نمبر ما نبصش على البلانس ايوة يا مستر ده فيه توق يا حبيبي ما نبصش على البلانس positive 1 دول negative 5 تبقى النيتروجينا دي positive 5 نيتروجينا شحنتها positive 5 عندي منها 2 شفت الحكاية تمشي ازاي طب هناك ما تبصش على balance negative 2 تبقى النيتروجينا positive 2 نيتروجينا خارجة ايه positive 2 عندي منها 2 عشان عندي منها 2 دي بس هتفرق معنا في عدد الالكترونات total في الاخر ايوة ايوة يعني حصل لها ايه كانت positive 5 وبقيت positive 2 اذا شحنتها قلت ولما شحنتها بتقل بنقول عليه reduction وreduction is gaining فطبيعي انك تكون استقبلت الالكترونات ايوة كان بقى هنا تيجي الحسبة positive 5 positive 10 positive 2 positive 4 الفرق كان 6 حضرتك 6 6 الالكترونات ايوة ازاي ده الفرق 3 قدامي هو 3 من positive 5 ل positive 2 اقول لك ايوة ما هي 3 لكل نيتروجينة النيتروجينة واحدة ولا اتنين نيتروجينتين فتلاتة وتلاتة عشان كده هما 6 الالكترونات طب ده الـ reduction ده اللي اشترى مين بقى اللي باع مايه حضرتك عملية تهريب المخدرات دي بتقبط على نفرين فيها ما بتبطش على نفر واحد فيش حاجة اسمها ده اللي اشترى المخدرات ايوة مين اللي باع له ماهو اللي باع له ده متهم واللي اشترى متهم برضو انت اللي اشتريت مين بقى اللي باع لك قال لي لا انا مش اقول دوري انت اه فيش غيره مافيش غيرك ده ده اساسا تاجر مخدرات الـ iron ده تاجد ده لابس في كل القضايا لانه دايما دايما يحب يتأكسد يحب يتأكسد يعني يحب يلوز يحب يبيع تعالى عام الـ iron تعالى انت كده كده مشرفنا كتير negative 2 positive 2 حلو الـ iron اه كان داخل شحنته positive 2 عندي منها 6 اه خرج اه خرج اه ها هيروح فين يعني خرج negative 2 في 3 negative 6 يبقى الـ iron على بعض positive 6 نا لما ببطأ كده عشان لديك فرصة بس الـ process اه negative 6 يبقى الـ iron positive 6 تبقى الـ 1 positive 3 الـ iron positive 3 عددهم كام 3 في F اي تو عددهم 6 ماهو طبعا كان داخل 6 طلعين 6 عمل اللي بيحب يعامله واللي كان بيذكر في تانية سنة ويفاهم كويس انا بقول ايه قصي الـ iron بيحب يعمل الحركة دي يتأكسد من iron 2 فرص الـ iron 3 فرك علشان يحصل على stability من half field D sub level لكن تتخيل الكلام ده هنقوله في اول محاضرة شرح في تالتة سنوة هنقوله كجزء من المنهج يعني مش كمراجعة حاجة دي لا حتة من المنهج الـ D5 بتاعه الحتة دي فانت هتبقى فاهمها وعارفها يعني اه 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 زادت اوكسيديشن يلا يلا فتكر الطريقة اللي بنعد بيها الالكترونات 6 positive 2 positive 12 6 positive 3 positive 18 الفرق 6 بس كتبتوهم برا هناك عشان دول lost oxidation لكن الـ reduction تكتبوهم هنا في حضن الـ nitrogen نيترشن خدوهم بالحضن اه اذا reduction اكتساب 6 electrons oxidation فقط 6 electrons هو ده اللي حصل في هذه الـ reaction ما بيكون الفيديو ده طول شوية بس ياخد حقه علشان oxidation وreduction يا ولد هنحتاجهم تاني اه كتير اشوفكم على خير في البورت الجاي من سيريس الفاندابنتلز ان شاء الله